مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع في أول يومين الأحد والاثنين خفاض ملموس على درجات الحرارة أيضا يوم الأحد فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة في شمال ووسط المملكة الثلاثة والأربعة تستقر الأجواء بإذن الله لكن تعود مرة أخرى وتنخفض درجات الحرارة أيام الخميس والجمعة وأيضا في فرص لسقوط الأمطار مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نستعرض الأحوال الجوية خلال أيام هذا الأسبوع بدءا من يوم الأحد يوم الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة تصبح درجات الحرارة أقل من معدلاتها أيضا تصبح الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا إلى غائمة في المناطق الشمالية والوسطى تسقط زخات متفرقة من المطر وأحيانا الأمطار تكون غزيرة في المناطق الشمالية تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 13 والصغرى 7 المرتفعات الوسطى 12 7 والمرتفعات الجنوبية 11 إلى 4 والأغوار والبحر الميت 23 إلى 13 وخليج العقبة 22 إلى 13 البادية الجنوبية الشرقية 14 إلى 5 والمنطقة أو البادية الشرقية غائمة جزئيا 100 أمطار 18 إلى 5 درجات مئوية يوم الأثنين تبقى الأجواء رغم أنه تميل إلى الاستقرار النسبي تدريجيا خاصة بعد الساعة 19 صباحا ولكن تميل إلى الارتفاع قليلا لكن تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها تبقى الأجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية والوسطى وأيضا المناطق الشمالية ممكن تسقط زخات متفرقة من المطر في ساعات الصباح الباكر من يوم الأثنين لكن بشكل عام بعد الساعة 19 بتكون الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا المنطقة الشمالية العظمى المتوقعة 13 وصغرى 6 المرتفعات الوسطى 13 7 والمرتفعات الجنوبية 12 5 والأغوار البحر الميت 24 إلى 14 وخليج العقبة 23 13 والبادية الجنوبية الشرقية 17 إلى 6 والبادية الشرقية 18 إلى 6 درجات مئوية يوم الثلاثة استقرار تام على الأجواء ارتفاع ملموس على درجات الحرارة أجواء مشمسة بالنهار تكاد إنها تكون لطيفة في ساعات الظهيرة وفي ساعات الظهر وما بعد الظهر مشمسة نهارا لكنها باردة نسبيا ليلا العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 16 والصغرى 7 المرتفعات الوسطى 17 9 والمرتفعات الجنوبية 15 8 والأغوار البحر الميت 27 إلى 16 وخليج العقبة 26 إلى 15 والبادية الجنوبية الشرقية 20 إلى 8 والبادية الشرقية 21 إلى 8 درجات مئوية يوم الأربعاء إن شاء الله استقرار الأجواء مشمسة لكنها غائمة جزئيا في المناطق الشمالية شمال المملكة يحتمل سقوط بعض الأمطار في أقصى شمال المملكة والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 15 والصغرى 9 المرتفعات الوسطى 16 7 والمرتفعات الجنوبية 16 5 والأغوار البحر الميت 28 إلى 16 وخليج العقبة 28 إلى 13 والبادية الجنوبية الشرقية 27 والبادية الشرقية 24 إلى 6 درجات مئوية يوم الخميس إن شاء الله تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيا انخفاض واضح ملموس على درجات الحرارة تتكاثر السحب خاصة في المناطق الشمالية والوسطى تصبح الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا مرة أخرى تسقط الأمطار في الشمال قد تصل إلى بعض المناطق الوسطى وبتكون درجات الحرارة طبعا أقل من معدلاتها حيث أن العظمى في المناطق الشمالية 12 والصغرى 7 المرتفعات الوسطى العظمى 12 والصغرى 8 المناطق الجنوبية 11 إلى 5 الأغوار البحر الميت 23 إلى 13 وخليج العقبة 22 إلى 14 والبادية الجنوبية الشرقية 16 إلى 5 والبادية الشرقية 19 إلى 6 درجات مئوية يوم الجمعة أيضا انخفاض آخر على درجات الحرارة جواء باردة نسبيا إلى باردة غائمة جزئيا إلى غائمة درجات الحرارة أقل من معدل بشكل واضح تسقط زخات متفرقة من مطر في المناطق الشمالية والوسطى وأيضا بعض المناطق شمال المناطق الجنوبية من المملكة المنطقة الشمالية العظمى المتوقعة 11 والصغرى 7 أمطار وكذلك المرتفعات الوسطى 12 إلى 700 أمطار وأيضا المرتفعات الجنوبية 11 إلى 400 أمطار والأغوار البحر الميت 22 إلى 13 وخليج العقبة 21 إلى 12 والبادية الجنوبية الشرقية 24 إلى 5 والبادية الشرقية 18 إلى 4 درجات مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه ترجمة نانسي قصement اشتركوا في القناة